المزمور الحادي والخمسون لإمام المغنين مزمور لداود عندما جاء إليه ناسان النبي بعدما دخل إلى بث شبع ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كسرة رأفتك محو معاصية اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي تهرني لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتزكوى في قضائك ها أنا ذا بالاسم صورت وبالخطيتي حبلت بي أمي ها قد سررت بالحق في الباطني ففي السريرة تعرفني حكمة تهرني بالزوفة فأطهر اغسلني فأبيض أكثر من السلج أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها استر وجهك عن خطاياي وامح كل آثامي قلبا نقيا خلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة عضضني فأعلم الأثمة طرقك والخطاط إليك يرجعون نجني من الدماء يا الله إله خلاصي فيسبح لسان برك يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى ذبائح الله هي روح منكسرة القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره أحسن برضاك إلى سهيون بني أسوار أورو شليم حينئذ تسر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة حينئذ يصعدون على مذبحك عجولا المزمور الثاني والخمسون لإمام المغنين قصيدة لداود عندما جاء دواغ الأدومي وأخبر شاول وقال له جاء داود إلى بيت أخي مالك لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار رحمة الله هي كل يوم لسانك يخترع مفاسدا كموسى مسنونة يعمل بالغش أحببت الشر أكثر من الخير الكذب أكثر من التكلم بالصدق أحببت كل كلام مهلك ولسان غش أيضا يهدمك الله إلى الأبد يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستأصلك من أرض الأحياء فيرى الصديقون ويخافون وعليه يضحكون هو ذا الإنسان الذي لم يجعل الله حصنه بل اتكل على كسرة غناه واعتز بفساده أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله توكلت على رحمة الله إلى الدهر والأبد أحمدك إلى الدهر لأنك فعلت وأنتظر اسمك فإنه صالح قدام أتقيائك المزمور الثالث والخمسون لإمام المغنين على العود قصيدة لداود قال الجاهل في قلبه ليس إله فسد ورجس رجاسة ليس من يعمل صلاحا الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله كلهم قد ارتدوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ألم يعلم فاعلوا الإسم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والله لم يدعو هناك خاف خوفا ولم يكن خوفا لأن الله قد بدد عظام محاصرك أخزيتهم لأن الله قد رفضهم ليت من سهيون خلاص إسرائيل عند رد الله سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل المزمور الرابع والخمسون لإمام المغنين على ذوات الأوتار قصيدة لداود عندما أتى الزيفيون وقالوا لشاول أليس داود مختبئا عندنا اللهم باسمك خلصني وبقوتك حكم لي اسمع يا الله صلاتي صغى إلى كلامي فمي لأن غرباء قد قاموا علي وعتاتا طلبوا نفسي لم يجعلوا الله أمامهم هو ظل الله معين لي الرب بين عابدي نفسي يرجع الشر على أعدائي بحقك أفنهم أذبح لك منتدبا أحمد اسمك يا رب لأنه صالح لأنه من كل ذيق نجاني وبأعدائي رأت عيني المزمور الخامس والخمسون لإمام المغنين على ذوات الأوتار قصيدة لداود اسغى يا الله إلى صلاتي ولا تتغاد عن تضرعي استمع لي واستجب لي أتحير في كربتي وأضطرب من صوت العدو من قبل ظلم الشرير لأنهم يحيلون علي إسما وبغضب يضطهدونني يمخض قلبي في داخلي وأحوال الموت سقطت علي خوف ورعدة أتيا علي وغشيني رعب فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح ها أنا ذا كنت أبعد هاربا وأبيت في البرية كنت أسرع في نجاة من الريح العاصفة ومن النوء أهلك يا رب فرق ألسنتهم لأني قد رأيت ظلما وخصاما في المدينة نهارا وليلا يحيطون بيها على أسوارها وإسم ومشقة في وسطها مفاسد في وسطها ولا يبرح من ساحتها ظلم وغش لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل ليس مبغدي تعظم علي فأختبئ منه بل أنت إنسان عديلي إلفي وصديقي الذي معه كانت تحلو لنا العشرة إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور ليبغتهم الموت لينحدروا إلى الهاوية أحياء لأن في مساكنهم في وسطهم شرورا أما أنا فإلى الله أصرخ والرب يخلصني مساء وصباحا وظهرا أشكو وأنوحو فيسمع صوتي فدا بسلام نفسي من قتال علي لأنهم بكثرة كانوا حولي يسمع الله فيذلهم والجالس منذ القدم الذين ليس لهم تغير ولا يخافون الله ألقى يديه على مسالميه نقضى عهده أنعموا من الزبدة فمه وقلبه قتال ألين من الزيت كلماته وهي سيوف مسلولة ألقي على الرب همك فهو يعولك لا يدع الصديق ينتزعزع إلى الأبد وأنت يا الله تحذرهم إلى جب الهلاك رجال الدماء والغش لا ينصفون أيامهم أما أنا فأتكل عليك أمثال سليمان الفصل الحادي عشر ميزان غش رجس عند الرب والوزن الوافي رضاه حيثما أتت الكبرياء أتى الهوان ومع المتواضعين حكمة كمال المستقيمين يهديهم وعوجاج الغادرين يدمرهم لا ينفع المال في يوم الغضب أما البر فينجي من الموت بر الكامل يقوم طريقه أما الشرير فيسقط بشره بر المستقيمين ينجيهم أما الغادرون فيستأسرون بشهوتهم عند موت إنسان شرير يهلك رجاؤه وأمل الأثمة يبيد الصديق يخلص من الضيق ويحل الشرير مكانه بالفم يدمر المنافق قريبه وبالمعرفة يخلص الصديقون بخير الصديقين تفرح المدينة وعند هلاك الأشرار هتاف ببركة المستقيمين ترتفع المدينة وبفم الأشرار تهدم المحتقر قريبه ناقص العقل أما ذو الفتنة فيسكت الساعب الوشاية يفشي السر والأمين الروح يكتم الأمر حيث ليس تدبير يسقط الشعب أما الخلاص فبكثرة المشيرين من يضمن غريبا يضر شر ضرر ومن يبغد الكفالة مطمئن المرأة ذات النعمة تحصل على كرامة والعتات يحصلون على غنى الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه والقاس يكدر جسده الشرير يكسب أجرة غش وزارع البر له أجرة أكيدة وهكذا يأول البر إلى الحياة ومن يتبع الشر فلموته ملتوو القلب رجس لدى الرب ومستقيمو الطريق رضاه يقينا إن الشرير لا يتبرر أما نسل الصديقين فينجو خزامة ذهب في أنفي خنزيرة المرأة الجميلة العديمة الحصافة بغية الأبرار خير فقط رجاء الأشرار صحة رب مفرق فيزداد أكثر وممسك أكثر مما يليق وإنما إلى الفقر النفس السخية تسمن والمرو هو أيضا يروى محتكر الحنطة يلعنه الشعب والبركة على رأس البائع من يبكر إلى الخير يلتمس الرضا ومن يطلب الشر يلحقه الشر من اتكل على غناه يسقط أما الصديقون فيزهون كالورق الأخضر من أقلق بيته يرث الريح والأحمق خادم لحكيم القلب ثمر الصديق شجرة حياة ورابح النفوس حكيم هو ذا الصديق يجاز في الأرض فكن بالحري الشرير والخاطئ شكرا للمشاهدة